بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا ده اللقاء رخم 17 من رحلتنا لتعلم المايكروسوفت سيكوال سيرفر من أول هنا بقى هنبدأ الشغل الجديد هنا المرة اللي فاتت كنا انتهينا من إنشاء الداتاباز وإنشاء الجداول وعرفنا إزاي إن احنا نربط بين الجداول لو احتاجنا وعرفنا إزاي نعمل ألتر للتيبلز أو نعدل في التيبلز لو طرق أي تغيير ورجعنا على الكلام ده في الفيديو 15 و16 طيب من أول النهاردة بقى عاوزين الجداول اللي أنشأناها دي نبدأ نحتفظ فيها بالبيانات فعاوزين نتعلم الأمر اللي اسمه Insert Into Statement الInsert Into Statement هو الأمر اللي احنا هنستخدمه عشان نحتفظ ببيانات داخل الجداول يبقى حضرتك دلوقتي بعد ما أنشأت الجدول عاوز تبدأ تخزز البيانات في الجدول فهتستخدم الأمر اللي اسمه إيه؟ Insert Into تعال نروح على التوتوريال بتاعنا ونشوف الأمر اللي اسمه Insert Into بيتنفز إزاي؟ هادي الInsert Into Statement الموضوع بمنتهى البساطة أنت بيتقول Insert Into وتكتب اسم الجدول اللي انت عاوز تدخل فيه البيانات وتحدد الكولوم لست يعني إيه الكولوم لست؟ الأعمدة اللي انت عاوز تخزز فيها بيانات ده ليه؟ لأن ممكن يكون عندك أعمدة مش ضرورية بالنسبالك إزاي ما احنا كنا بنشوف كده ما بننشئ الجدول فيه أعمدة Required وكنا بنحط جنبها Not Null وفيه أعمدة تانية لا Optional ففي الحالة دي انت بعد ما بتذكر اسم الجدول بتفتح الأقواس واتحدد أسماء الأعمدة اللي انت عاوز تدخل فيها بيانات وبعدين بتكتب الكيورد اللي اسمها Values ثم تفتح الأقواس واتحط Value لكل عمود من الأعمدة اللي انت حددتها تاني Insert Into ثم بتحدد اسم الجدول ثم تفتح الأقواس وتحط هنا أسماء الأعمدة اللي انت عاوز تدخل فيها بيانات ثم تكتب الكيورد اللي اسمها Values وبين الأقواس اللي بعد الValues بتدي قيمة لكل عمود من الأعمدة اللي موجودة هنا أدي السينتكس الأساسي بتاع الInsert Into statement لو حابب نشوف مثال أدي مثاله هنا مثلاً حاب يعمل insert أو يدخل record أو صف جديد في الجدول اللي اسمه Promotion فقال insert into Promotion وفتح الأقواس وحدد الأعمدة اللي هو عاوز يدخل فيها Values ممكن يكون عندك عشر أعمدة في الجدول لكن انت عاوز تدخل أعمدة في مثلاً الRequired fields بس أو الRequired columns بس فعشان كده بتذكر هنا الColumns اللي انت عاوز تدخل فيها Values فقط ثم تكتب الكيورد اللي اسمها Values وبعدين تفتح أقواس وتبدأ تحط قيمة لكل عمود فمثلاً هنا البروموشن نيم قادي القيمة بتاعته 2018 Summer Promotion الDiscount قادي القيمة بتاعته عامل discount 15% الStart date قادي القيمة بتاعته قادي التاريخي اللي هو عاوز يبدأ فيه هذا البروموشن الExpire date قادي القيمة بتاعته وهكذا واضح؟ طيب تعال نروح نجرب بنفسنا الكلام ده في الManagement Studio احنا عندنا في الManagement Studio Edit Database بتاعتنا اللي اسمها Bike Stores واللي لسه ما انشعتش الDatabase هتلاقي الفايل اللي يحتوي الكود اللي انت محتاجه كله عشان تنشي الDatabase في الفيديوهين السابقين فيديو 15 و16 في الDescription هتلاقي موجود الفايل اللي يمكنك انك انت تنشي الDatabase دي زي ما أنا انشأتها كده طيب فخلينا نبدأ نعمل insert على الجداول البسيطة الأول عندنا مثلا لو فاكرين الجدول اللي اسمه Categories ده كان جدول بسيط فيه two columns في حاجة اسمها Category ID وفي حاجة اسمها Category Name فاحنا عاوزين ندخل data في هذا الجدول هنعمل ايه؟ فهقول insert into واكتب اسم الجدول اللي هو Categories وزي ما انت شايف كده الManagement Studio بيساعدك وبيبدأ يظهر لك listة بالTables المتاحة فان اهو عاوز ادخل بيانات في الجدول اللي اسمه Categories كويس اوه بفتح القسين وببدأ احدد اسماء الأعمدة اللي عاوز ادخل فيها بيانات الجدول اللي اسمه Categories ده لو تذكره لما جينا ننشئه في الدروس السابقة قلنا ان الكاتيجوري اي دي احنا عاملينه identity ولو فاكرين قلنا يعني ايه identity؟ identity معناها ان القيمة بتاعة الكاتيجوري اي دي هتبقى auto generated يعني الداتابيز هي اللي هتحطها من نفسه فاذا دلوقتي انت مش مطالب ان انت تدخل الكاتيجوري اي دي التابيز هتدخله من نفسه انت مطالب تدخل الكاتيجوري نين فعشان كده انا هاجي هنا اقول له الله انا عاوز ادخل بيانات في الكاتيجوري underscore name كويس ايه هي ال values بقى اللي انت عاوز تدخلها فبتكتب كلمة values وتفتح الأقواس وتبدأ تحط قيم للكولومز اللي موجودة هنا فأول كاتيجوري عندنا بما اننا ده محل بتاع دراجات فهقول له الله دي مثلا wheels اطارات اوكي هنفترض يعني ونعمل select ون execute فقال لك خلاص one rule affected يبقى اذا تم ادخال صف جديد الى الجدول اللي اسمه categories لو عاوز تتطمم بنفسك ممكن تعمل click يمين على الجدول اللي اسمه categories وتقول له كده وريني الصفوف اللي موجودة عندك select top الف فجاب لك بالفعل اهو ان فيه row تم اضافته وبياناته هاي واحد ويلز واحد ده انت مدخلتوش بنفسك الdatابيز اللي دخلته عشان احنا هنا كنا عاملين ان الكاتيجوري اي دي ده identity فاوتو جنريت ده هو الdatابيز اللي عملته من نفسها اوكي طيب ادي insert statement تعال نجرب واحدة يعني فيها عدد اعمدة اكثر شوي على سبيل المثال مثلا تعال نروح على الجدول اللي اسمه customers لو جيت بصيت في الجدول اللي اسمه customers عندك ال customer id هو primary key وايضا هو auto generated فاحنا مش هندخل ال customer id عندنا الحاجات ال required بقى اللي لازم تدخلها first name لانه not null last name لانه not null وفقط دول الضروريين لا وكمان ال email معمول not null يبقى دول الضروريين فانا ممكن اجي اقول له كده انا عاوز اعمل insert into الجدول اللي اسمه customers ونفس الكلامة هو قالك اختاري الله الجدول اللي عاوز تشتغل عليه هفتح قسين وحدد ها اسماء الاعمدة اللي انا عاوز ادخل فيها قيم ال customer id اتفقنا انه هو auto generated فهم ال database اللي هتحطوا من عندها لكن انا عاوز ادخل الفرست name اوكي وعاوز ادخل ها ال last name وكمان عندي ايه تاني نوت نال قلنا عليه ال email كمان نوت نال فدول الضروري بالنسبالي واللي لازم ادخلهم فعشان كده كتبتهم في ال column list ثم هنا اجي احط ال values افتح قسين وادى كل حاجة من دي ال value بتاعتي يعني الفرست name مثلا هقول والله ال customer ده اسمه احمد اهو اوكي وما تنساش الحاجة الحروف بتتحط من single code single code عندك ال last name ادم حروف هنحط single code ونكتب في النص علي مثلا ده اسم الوالد ال email بتاع الراجل ده برضو ده characters فهتحط من single code وقوله والله مثلا اسمه a.ali at gmail.com مثلا اوكي حط سمي كولون تعال نجرب الكلام ده نشوفه شغال ولا لا نعمل execute قالك one rose affected نفس الكلام برضو لو حابب تتطمن ممكن ادي لك بقى طريقة سهلة تطمن بها ان تم ادخال البيانات تعمل كده تقوله select star star from الجدول اللي اسمه مثلا هنا في حالتنا customer ال select ده هناخده بالتفصيل المملة بعد كده لكن ال select هو امر بيسترجع البيانات اللي موجودة في الجدول كلمة star يعني رجع لي كل قيم الاعمدة اللي موجودة عندك في هذا الجدول فلو علمنا كده وقلنا له execute بالفعل اهو عرض لك البيانات قالك ال customer ده رقم واحد وزي ما انت عارف ده auto generated احنا ما دخلناهوش ليه؟ لان احنا كنا عاملين ال customer ID identity وال first name اهو احمد اللي احنا دخلناه وال last name علي بالظبط اللي احنا دخلناه وال email اللي احنا دخلناه a.ally.at.gmail اوكي؟ يبقى دي اهو insert statement تانية على جدول اكبر شوي طيب السؤال بقى طب افرض انا عاوز ادخل multiple rows يعني عاوز ادخل اكتر من صف مرة واحدة يعني مثلا عندي بيانات مثلا ثلاثة customers عاوز ادخلهم مرة واحدة ينفع ولا ما ينفعشي؟ ينفع كل اللي هنعمله كالقادي هنقول insert into وبرضو نفس الكلام هنحدد اسم الجدول اللي هو customers وهنحدد اسماء الاعمدة الضرورية او required او حتى لو عندك اي columns زيادة عاوز تضيفها براحتك فزي ما اتفقنا احنا ال required عندنا كان ال first name وكمان ال last name وكمان ال email دول required طب ممكن اضيف مثلا مثلا بالمرة كمان الفون ماشي ما فيش مشكلة ضيف الفون ايه المشكلة طيب اما تيجي هنا هتقول values زي ما اتفقنا وتبدأ تحط القيم بتاعة الاعمدة دي فمثلا الراجل ال customer الاولاني كان اسمه مثلا محمد اوكي محمد ده والده اسمه مثلا حسن وال email بتاع محمد ها هنفترض ان هو m.hasan at gmail كويس ورقم التليفون بتاع محمد احنا كنا عاملين ارقام التليفونات لو فاكرين كنا عاملينه var character فبرضو لازم اتحط بين single code فاكرين اقول والله مثلا زف صفر اقول والله مثلا صفر 55 34 اي حي اوكي خلصت اه بس انت كده عملت insert ال customer واحد لا ده انا عاوز اعمل ثلاثة customer كويس تعمل ايه بعد ما خلصت اول record تحط كومة ها وتفتح خسين تانين وتبدأ تحط بيانات ال customer التاني واضح؟ يعني خليني بقى عشان اختصارا للوقت اخد كوبي من ال data دي وعدل فيها شيء بسيط اهو اهو وكمان كوبي وهعمل insert ال customer ثالث وهكذا حط كل بيانات ال customers اللي عندك مثلا ده الاولاني كان اسم محمد هنخلي التاني اسمه مثلا مصطفى اوكي والثالث هنسميه مثلا عبد الله وغير في ال data دي عشان ما تحسش ان هي متكررة اهي انا افترض اي حاجة اي تغيير انت عاوزه اوكي كده وبعد ما تخلص حط السيمي كولم يبقى انت كده قلت insert into الجدول الفلاني وحددت الاعمدة وجيت في ال values بقى حطيت اكثر من record كل record بتحط القيم بتاعته داخل قسين وتفصل بينه وبين ال record التالي بالكومة زي ما شفنا كده طيب هتعالى نعمل run للجملة دي قالك تمام three rows affected تركز كده three rows affected يعني تم ادخال ثلاث صفوف عاوز تطمي نفذ تاني select statement اللي هي بتروح تعرض لك البيانات كلها تعالى نعمل execute اهو هتلاقي بالفعل محمد ومصطفى وعبد الله تم اضافتهم للجدول بتاع الايه ال customers واضح يبقى ده كده insert لصف واحد او insert لي اكثر من صف في نفس الجملة الحاجة الاخيرة اللي عاوزين نتكلم عليها عن ال insert statement هو ايه دلوقتي انا اما بعمل insert into جدول معين ودخل مجموعة من record زي ما احنا شفنا كده في المثال بتاع ال customers ده انا اما عملت ال insert statement وحبيت اتأكد ان عملية ال insert تمت بنجاح عملت ايه كتبت select statement زي اللي قدامكم دي صح وروح ننفذناها فاعرض لي ال result set اللي قدامك دي واتأكد ان تمت عملية ال insert بالفعل في هذا الجدول طيب مفيش option ها يعمل لي الكلام ده automatic يعني ايه يعني مثلا اما اجي ادخل مجموعة من ال stores وعملية ال insert التم بنجاح يروح عرض لي list كده يقول لي والله ان تم عمل insert لمجموعة ال stores دي حاجة automatic كده من عندكم من غير منا احتاج اكتب select statement واعلم عليها واقولها execute اقولك لا موجود هذا ال option ازاي تعال انجرب احنا مثلا عندنا الجدول بتاع stores عاوزين يدخل في مجموعة من المحلات وبعد ما نعمل عملية ال insert بنجاح يظهر لي listة بالstore id والstore name مرفوض؟ طيب تعال انجرب الكلام ده هنقول insert into الجدول اللي اسمه stores كويس او ادي الجدول اللي اسمه stores انت عاوز ت insert في اي columns بالظبط تعال انبص هنا احنا عندنا store id identity فاذا ده auto generated ماناش دعوه به عندنا store name not null فاذا ده ضروري store underscore name وكمان خليني اضيف من عندي كده city هي مش required لكن انا عاوز اضفها city وكمان خليني احط رقم الفون خلاص يبقى انت كده هتضيف اسم المحل والمدينة اللي فيها المحل وكمان رقم التليفون كويس هنا بقى الاضافة الجديدة هقول له ايه هقول له اوبوت اوبوت يعني ايه يعني بعد ما تعمل الانسرت واتدخل البيانات في الجدول اعمل لأوبوت اعرض لي اعرض لي ايه عاوزوا يعرض لي اللي store id و اللي store name فاقولها له ازاي هقول له اوبوت inserted يبقى بعد ما ادخل مجموعة اللي store والعملية التم بنجاح هيعرض لي هو اللي store id و اللي store name طيب يلا دي الاضافة اللي عندك كمل بقى الجملة فانت هتقول values وتبدأ تحط القيم بتاعة اللي store name والcity والفون فاقول له الله مثلا اللي store الاولاني اسمه store one وده ال city اللي هو فيها في الرياض اوكي ورقم التليفون اهو 05 كذا كذا اي حاجة الكلام ده هنكرره مرتين تلاتة ندخل لنا كده محلين تلاتة يلا ادي محل تاني كومة ادي محل تالت دستور رقم اثنين دستور رقم تلاتة هنا خلي المدينة مكة هنا خلي المدينة 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 اوكي ده تعال نجرب الكلام ده نشوفه هيتم زي ما احنا متوقعين ولا لا نعمل run ونشوف execute ايه اللي حصل تم ادخال ال data بالفعل في الجدول اللي اسمه stores وهو عرض لي خلي بالك البيانات اللي انا طلبتها منه انا قلت له ايه بعد ما تعمل ال insert اعرض لي ال store id وال store name فبالفعل اللي انت دخلت ثلاث صفوف ادي ال store id بتاع الصف الاولاني ودي ال store name ودي ال store id بتاع الصف التاني ودي ال store name مهاجز فيبقى انا هنا وفرت بالزيادة دي اللي انا ضفتها على ال insert statement وفرت ان انا احتاج اروح اكتب select statement وهنفزها بنفسي لا هو بعد ما هي insert هيعرض لي ال output list دي automatic فيطمنني ان تم ادخال البيانات بنجاح بالفعل بكده نكون خدنا فكرة مش بطالة عن ال insert statement فيه كلام تاني في ال insert statement لكن هيبان قدام لما نيجي نشتغل مع ال select statement اللي بتستخدم لاسترجاع البيانات من الجداول شكرا لوقتكم